قصتنا النهاردة عن نهال البنت الجميلة اللي كرهت شكلها وجمالها وهي لسه عندها 21 سنة بعد ممرت بتجربة حب فشلة نهال بقى اتخطبت لشخص قالت عنه انه هو كان فيه كل الصفات اللي هي كان بتحلم بيه بس بعد الخطوبة اكتشفت انه هو مهمل مش مهتم بيها تماما لما كان بتحكيله عن حاجة مهمة مزعليها بينموا وبيكلمها او يسرح في حاجة تانية خالص طول الوقت كان بيتلكك عشان ما يكلمهاش لما نهال اكتشفت مع الوقت انه هو لسه بيحب البنت اللي هو كان مرتبط بيها قبل كده بس ما حصلش نصيب رجعي كلمة تانية ولما خطب نهال بقى خطبها عشان كان عنده طموح انه يرتبط بوحدة يتبهها بكمالها وتبقى جمدة قدام النية زي ما بيقوله بس ما حباش من جواها ما حبش اللي جواه في الاخر اتخلى عنها بكل سهولة ساب ورا عقدة لنهال من شكلها لدرجة ان هي عمالة ترفض الارسلين اللي بيتقدموا لها ومش عايزة تكمله ولا تتجوز ولا تعيش حياتها يعني انا مش بصدق بس هكمل معاكم من كتر ما هي دلوقتي كمان بتقول ان هي ما بقيتش بتوصق في اي حد بيتحسة ان كله بيتقدم لها عشان شكلها وبس تخياله الغريبة بقى ان هي لسه بتحبه رغم كل ده وبتقول انا بكره ومش عارفة انسان ايه كل الكلام ده هنفهم عشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور غادة معطوي استشاري العلاقات الزوجية والاسرية عشان نشوف هنعمل ايه في حكايتك يا نهال ازيك يا داد افارك ايه ازيك يا سيني عملا ايه بنقولك يا حياتقالب ايه رايك بقى في البنات اللي ممكن تحس ان الجمال ده نقمة هو نقمة ولا نعمة الاول اكيد نعمة نعمة بس اهم حاجة ان احنا نبقى عارفين كويس قوي ان انا مش ده وهي ده عرفته بس المشكلة عندها في ايه ان هي مش قادرة هي عارفة ان اللي جوه حلو مش عارفة تظهره ازاي مش عارفة تعمل واحد يظهر للجوه ازاي عمل الماركتنج للجوه يعني اقولوا يا جماعة لا انا برضو روحي حلوة زي شكلي لما اكون عارفة نفسي يعني بما معنى ابعارفة شخصيتي شخصيتي نمطها ايه شخصيته نمطها ايه يعني ايه نمط الشخصية فيه اربع عملة من الشخصية عمتا الشخصية المعبرة او الشخصية اللي هي بتحب الناس وتحب تكون زهرة في وسط الناس وكده وفيه شخصية بتكون ودودة بتحب انها تكون مع اشخاص معينة متقربة منهم قوي وفيه علاقات حميمية ما بينها وبينهم هي من نمط الشخصيات اللي هي الودودة هو من الشخصيات المحللة يعني بيحب قوي الحاجة استريكت اعمل كذا وبعدين اعمل كذا واحد زائد واحد يساوي اثنين الزبط هاخد انا اللي هرتبط بيها دي لازم تكون جميلة زي ما هو قالها توسيقى اشتريكة